سلام تول موند نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في حال ديما اليوم إن شاء الله نزولا عند الرغبة دي لكم والطلبات دي لكم بما أنه فصل صيف ده بأسخل الحال فكلكم طلبتوا مني دي غلاس لهاد الفترة هادي والأغلبية الأغلبية طلبتوا مني دي غلاس دي العراضات والمناسبات بحكم أنه في الصيف تيكتروا العراضات وحتى المناسبات خطبة أو الضيافة فطلبتوا مني هاد ستيل هدا أو هاد نوع دي اللي غلاس الناس اللي متبعين القناة عندي من قبل أو الناس القدماء المحاربين غادي يعرفوا أماني عندي بزاف دي الأنواع دي اللي كانوا حصريين في وسائل التواصل الاجتماعي الناس اللي جداد بغيتوا تشكيلة مختلفة ومتنوعة دي اللي غلاس أشكال وألوان دخلوا غير الفيديوهات القدام وغادي تلقاوا العجيب دي اللي غلاس بالنسبة للوصفة ديال اليومي إن شاء الله شوفوا لي بعدها غير الهفطة ديال الموسكي ديرا من دليل على أن القلاس كريمي رغم أنه ما فيه لا قش دطرية لا جوب كريمي لا كريم انجليز لا كريم باتيسيا غلا تشي حاجة غلاس اليوم إن شاء الله هو غلاس رويال أو لا غلاس ملكي ولا كي من يسمعوا ملكي ماشي تقولوا رغم ملكي سافراء غادي يكون غالي ولا المكويني سيزيلوا غالية بالعكس كي يكون غلاس لوكو ديالو رخيص بزافة أو تكلوفة ديالو رخيصة كي يطيح رخيص 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 واحد درجة ما يمكنش تصوروها كريمي أرطب مكيجيش قاسح مكيجوش في هادو كلي كريستو ديال طلج مكيجيش يابس وكيجي بنين 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 بقوام كريمي اللي داقو ميمكنش ميسولكم شنو ديرين فيه وكيفة صوبتو والمكونات ديالو الفيديو دياليوم إن شاء الله غدي نحاول أنا ننطرق الأهم النقطة والنصائح والإرشادات بشيجيكم القلاس أرطب ومرمل ميجيش هكذا كي يابس وقاسح يعني أي تساؤل عندكم غدي لقواوا الإجابة جالوا في الفيديو بقوا معا إن شاء الله حتى الأخير جالا فيديو بشوف المكونات وطريقة تحضير غلاس روايا أول مرحلة غدي نبدأ بها في هاد سيري إن شاء الله هي تحضير نوغا باش يكون ترتيب في المراحل باش تربحوا الوقت هنيا عندي مقلادرت فيها قياس مية جرام ديال السكر سنيدة أو لا سكر حبيبات غدي نديرها على عفية تكون مهيلة ونخلي هاد السكر هادا كيدوب هلا خطر خطرو بشوي عليه لعفية تكون في حل الفتيلة حتى كيدوب السكر وكيبدأ كيتدهب له اللون ديالو هنا يامني كان حرك كتشوفوا أن السكر الحبيبات ديالو دابوا ما بقاش حرش كنأكد على مسألة أنه مني تحطو السكر فوق العفية على عفية مهيلة بش يدوب ما كتحديوه متحركوه متاشي حاجة كتخليوه الراس وكيدوب حتى يخد هادشكل هادا دايب مدهب وما بقاش فيه الحبيبات ديال السكر فهاد المرحلة كنزيد على هاد مية جرام ديال السكر سانيدة مية جرام ديال اللوز ما محمار متاشي حاجة اللوز خضر أنا الهدف باش ندير اللوز خضر فهاد الكاراميل ونبقا كنحرك فيه هو أنني نقلي اللوز في الكاراميل باش كي يجي اللوز المداخ جي سوف نحرك فيه جيدا على عفية مهيلة حتى يتلبس اللوز بهذا الكراميل مزيان وكتبقا وكتحركوا فيه حتى تسمعوا الحباس جيلوز بدأو كيترتقوا مني كي بدأ اللوز كيترتق في هذا دليل لانه بدأ كيتقلا تحمار دخل حتى للقلب ديال الحباس جيلوز ماشي اللوزة كتتحمر من بره وكتبقى خضراء من الداخل فكتبقى وانتوما كتحركوا على عفية مهيلة وانتوما كتحمروا وكتكراميلي زيو هاد اللوز هدا في هاد الكراميل حتى كتحصلوا على اللوز مقلي أرضو البال ما تفوتوش له التحمار بزاف باش ما يتحرقش ويجي مار هنا من بعد ما تحمر مزيان درتوه في هاد اللاطة اللي فرش فيه ورقة طهي سرحتو مزيان وخليتو حتى تبرد تماما باش كتحصلوا على نوغا ديال اللوز كي يجي هكدا كي يجي مقرمش ومقلي ونفتو هكدا غير واحد شوية ونديرو سواء كتديروه في روبو او لا فتحانة وغادي نطحنو بشكل مهرمش القياس مهرمش متوسط او لا كتديروه مهرمش الجهد اللي كي تكونو كتاكلو هاد الكلاس هدا كتحسو بدك الكخوكون او لا بدك تتقرميشة ديال اللوز من بعد ما تحنتو فهدا هو شكل اللي كان حصل عليه كي يجي هكدا ما تخليوش مش اللخ غليدو ما تترققوش هنحتي ولي دقيق صلاعن بي غادي نخلي هاد النوغا لجنب وغادي ندوز لاباس ديال لاغلاس عندي هنا يا علبة دي المستحضر الكخيم شانتيي من وزن 100 جرام كتبع موجودة سواء عند الناس كي يبيعو له وزن الحلويات في المحلات التجارية عند موالي اللحوان تحتوها ما كتكون عندهم فانتو ما كتحتاجوا علبة من وزن مية وعشرين قرام درتها فهاد الإناء هذا الإناء فاش تخدمو هاد القلاس هاد كتكون سبق لكم درتوه في المجميد خلصو يكون بارد مزيلا هاد مية عشرين قرام ديال مستحضر لخيم شانتيي غادي نزيد عليها نسيطرو ديال الحليب الارض تولبا الحليب راه بارد مزيلا درجات فيه طرف ديال تلج خليته في المجميد لا هو ولا الإناء فاش غادي نخدم لاغلاس ولا رجلين ديال الطراب زيت هادك الحليب على المستحضر ديال لخيم شانتيي وغادي نطلع هون بالطراب الكهربائي على سرعة عالية حتى تحسو بالخليط بدأ كيش الدرس وغادي دقولو ليا ساشي ديال مستحضر شانتيي كيخ صغير رابعة ديال الحليب أولا ميتين وخمسين مليليتر ديال الحليب غادي نقول لكم حنا بغينا نصوبو غلاس يجي كريمي بلا ما نحتاجو نضيفو القيش دطرية فكتديرو مستحضر ديال شانتيي معا نسترو كاملو ديال الحليب هنا من بعد ما اخدمك المكونات كتشوفو الخليط تطلع بقوام اللي هي شاد درسها ولكن خفيفة ما تبقوش تطربو فيها حتى تقساح بزاف سلعن بي حبست تطراب غادي ندوز دابا باش نسم هاد القلاس عندي هنيا ساشي صغير ديال مستحضر الفلان ديال الكاراميل هاد الساشيات اللي كيكونوا صغار كيكون الوزن ديالهم جوشت القرام ونص وكيكونوا مسوسين او لا ما فيهم السكر حنا حاجتنا بهاد المستحضر ديال الفلان يكون مسوس باش نخلق توازن في نسبة الحلوة ديال هاد القلاس هدا من بعد ما نسمت القلاس بهادا كساشي ديال مستحضر الفلان غادي نزيد عليها ربعات لمعالقة كبار ديال الحليب المحلة المركز اللي كيكون على شكل كاراميل او لما يسمى نصحح المداق بواحد ربع ملقة صغيرة ديال الملحة وغادي نطرب هاد المكونات غير واحد شوية الجهد اللي نساجم مستحضر ديال الفلان الكاراميل مع الخاليات ديال الشانتية ما تكترش تستراب بزاف كيما قلت لكم خاصنا خاليات ديال الاغلاس ليكون شاد فراسو ولكن في نفس الوقت خفيف ما يكونش هكذا كمكتل وقاسح بزاف مجرد من ساجم المكونات غادي نحبس تراب ونحييي تراب الكهرباء في السليت منه في هذه المرحلة غادي نزيد قياس واحد جوج مع القكبار ديال الابي بيت ديال الشوكولات او لا الحبيبات يجا الشوكولات قدروا تاخدوا الشوكولات اللي كيكون طرف كبار وكاتها تدقوها او لا كاتها يرسوها بالموس وكتزيدوه مش مشكل وهنايا غدي ناخد هديك النوغا ديلوز اللي صوبت غدي ندير تولوت الكمية في الخاليات الجلاس ونخلي المباقي حتى البلتي وغدي ناخد المغيس او لا سباتيول او لا مع القادية اللي عود نجمع الطرف ونبدأ من تحت الفوق كان بدأ نخلط فهاد القلاس هدا وانتو ما كتخلطوا من تحت الفوق غير بشويه انتو ما كتدوروا الاناء حاجة مهمة بغيت نشير لها بنسبة الكراميل باش خدمت تقدرو تخدموا بهذا الكراميل هدا لكي تباع جاهز اللي هو الحليب المركز المحلة على شكل الكراميل كيف ممكن لكم تخدموا مثلا صوبتوشي كراميل في ديوركم صنع منزلي تقدرو تخدموا به ماشي مشكل بنسبة لهذا الكراميل هدا را موجود في المحلات التجارية كين فيما مشيتو هنايا من بعد ما نسجمو المكونات مزيان غدي نديرهم في هاد المول غدي نبدأ المونتاج جل كلاس المكونات اللي شاركت معاكم غدي يقدوكم المول ما بين 22 حتى 23 سنتيم في القطر ديالو بغيتوا تديروا مول مربع او لمستطيل هشي كي يرجع لكم خديت المول لبستو ملتحت بالبلاستيك الغدائي ودرت تحت منو واحد صينية او لا تبصي العريض وكتفرشوا له ورقة طهي درت نص الكيمية ديال هاداك القلاس ضربتوه مزيان مع الوبلوندو تخباي او لا تبلاع لاشكا نخدم باشي لكين شفراغات او لا فقاعات ديال هوا يخرجوا ويتقاد بالقلاس ويجي لشكل ديالو مزيان اهنا ياخديت هاداك الخليص ديال نوغا ديال لوز غدي هادا كمية اللي بقعت غنقسمها من نص نص كنديرو هكا كان عمر جنابهما اللولين باش يجي بين في شكل خارجي ديال القلاس ونحطفض باحد شوية ديال نوغا ديال لوز مهرمشا نخليها حتى من بعد صلاحا بي مني كان دير هادا طبقة ديال النوغا فوسط القلاس غدي نجيب النص ثاني ديال القلاس اللي بقى وغدي نبدأ كنوزع فيه غير بالمعلقة يجب أن تسرحه بالمعلقة فهذا النوغة ستقلع و سيخسر شكله فأنتم لا تأخذوا هذه الكمية تبدوا تزيدوا فيها معلقة بمعلقة تعمروا الجناب تعمروا الوسط و تفينيوا وجهة الجلاس و تفينيوا الجنبات تحاولوا أنكم تفينيوا شكل الجلاس لتقدموه كي يجي مفيني كي يجي زروا عيوب فأنا هنا من بعد ما كملت الإضافة للطبقة سندخل على الجناب هم الأولين إلا كينشوا فراغات نعمرهم سنمشي مع الحاشية المول شوية بشوية حتى نعمر جناب كاملهم من بعد سنسرح الوجهة و سنضرب هذا الجلاس مع لطبلاع لشكا نخدم باش نتأكد أن الفراغات كلهم حيضوا وجهة الجلاس سموث أو لا ما عاش نقولها بلعبية مايم كي يجي مقاد و ما فيش هادوك التقيبات يديو الفراغات هنا من بعد ما فينيت الوجهة الجلاس سندخلوا المجمد و نخليه إبات ليلة كاملة حتى لغد لي إن شاء الله من بعد ما دوز الجلاس ليلة كاملة في المجمد باش نحيضوا من لطبيعات ما في المجمد لطبيعات سنقوم بحاجة لطبيعات باستخدامة لطبيعات و لطبيعات ورق الطبخ و البلاستيك يجب ان تحافظوا على البرودة من البرودة من البرودة سواء تلوي فوطة في المدافع يجب ان تحافظوا على البرودة من البرودة من البرودة من البرودة من البرودة من البرودة وقاصة تلوي فوق البرودة من البرودة حتى نظير فبالجودة لكي نضع البرودة من البرودة من البرودة من البرودة ونضع نحن ملحباً يبقى من الأسفل لكي نضع نظرة لنقوم بشكل كليل نقوم بصدر ان نقوم بفرق و هنا نقوم باختياط الكراميل لأنه يكون على الكراميل يستطيع الوصف يمكنك التقوم بكراميل و انتم في الدار و هنا نقوم بخير و هناك نقوم بفرق بفرق و انتقوم بفرق الموز يحبط في القواهن و تقدمونها و تنزين بها القلاس و تقريبون منظر و تقريبون منظر و تقريبون منظر و تنزين منظر و تنزين منه و تنزين من المداق حتى القوام دلو ما كيجيش يابس ما كيجيش قاصح ارضو البال كنكون كن قطاع القلاس شوفوا الموس كي يهبط في القلاس هذا دليل على انه كيجي كريمي 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 بلا ما تحتاجوا تديروا فيه لا قيش دطارية لا جوبن كريمي لا بيض لا كريم انجليز لا تشي حاجة مكونات بساط ورخاس وموجودين في السوق شدينهم وحولناهم القلاس رويال او القلاس ملكي الضيافة العراضة المناسبات وكتشوفوا ديك الطبقة ديال النوغة ديال اللوز اللي درت في الجناب ديال القلاس واحتمن الوسط ديالو كتعطي منظر زوين وشكل زوين رائع رائع نهار تجربوا هاد القلاس هذا غترحموا لي الوالدين وغتشكروني على هاد وصفة غتولي عندكم معتمدة في الطبيلة ديالكم بالخصوص في فصل الصيف وفي العراضات او اللي جيين عندكم ضياف عزاز انتمنا من الناس اللي غتجربوا هاد الوصفة بعتوليات طبيقات ديالكم كيف ما مجرات العادة على صفحة ديالي في الانستغرام وكونوا على يقين اللي دا قيمتكم هذا غلاس هذا غتجربوا لكم مكونات كي يجيبنين في واحد الراحة واحد نسماء الكراميل على النوغة على الشكلات على الفاني لانا الكرام شانتيية كي يكونوا من سمينة بوحد شوية ديال الفاني فكي يجيش هو منه إلا جمعتكم الوصفة ديال غلاس رويال ما تخلوش علي باللايك الكومنتار الناس ما مشاركينش معي في الخناة مرحبا بكم ما تنسوش تفعلوا الجرس الاندار باش وصلكم الجديد كل مره ندير في الفيديو في يوتيوب الناس اللي ديجا مشاركين معي اف شوكر اتلقى بكم ان شاء الله في فيديو الجاي على بروشن شاو